اكد السيد نبراس محمد طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل وتطوير الأهليات والإجراءات المنظمة لسوق العمل وأضاف أن تعديل وآلية وإجراءات التصالحية في إطار تنفيذ الخطة الوطنية لسوق العمل للأعوام 2023-2026 وتعزيز الالتزام بالقوانين والأنظمة وشيرا إلى أن هذه التعديلات جاءت نتيجة للتشاور المستمر مع الشركاء مبينا أن التعديلات الجديدة تمنح أصحاب الأعمال مرونة أكبر لتسوية البخالفات عن طريق التصالح خاصة في حالة ضبط عمل أجنبي يعمل لدى نفس صاحب العمل بتصريح عمل منتهي